موسيقى 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 مفيش شك ان ده أهم سؤال تقريبا بيتثقف الحب والصحبية إن أنا خايفة أو خايف أتجوز الجواز تقليدي يجيبولي عروسة أشوفها تهجبني نتجوز دي مجازفة لازم نتصاحب فترة عشان نتعرف على بعض مبدئيا الإجابة على الحيرة دي محتاجة شوية معلومات من الواقع قبل ما أقولك قال الله قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مجتمع العلمي الإجتماعي مشغول جدا دلوقتي بحجم الطلاقات اللي موجودة في آخر خمسين سنة وعملوا الدراسات في العالم كله مش بس في الوطن العربي والإسلامي على أسباب الطلاق ده ولا ما أقدرش أقولك إن كل اللي بيتصاحبوا ويتجوزوا بيتطلقوا ده كلام مش دقيق بس في معلومات هقرهلكوا دلوقتي ما ينفعش تغمي عنيك عنها عشان نسأل نفسنا سؤال محير هو الصحوبية مشروع الناجح كخطوة للجواز ولا لا؟ أنا لاخدت لفة كده على دراسات حديثة في المركز التعبئة والإحصى في مصر بعض الهيئات القانونية في أمريكا اللي بتدرس حالات الطلاق بعض الصحف الأوروبية بعض المؤسسات الاجتماعية في بعض الدول العربية اللي شايفة الطلاق بقى بأرقام رهيبة وعايزك تسمع معايا شوية حقائق وبعدين نشوف موضوع الحيرة ده هو الجواز التقليدي وده اسم أنا مش بحبه عموما يعني ولا الصحوبية أنسب لبداية حياة الجواز مبدئيا في مصر في 2017 اتجوز ما يقرب من 900 ألف واحد واتطلق 700 ألف واحد دي أعلى نسبة على الإطلاق في التاريخ وبيقولون 60% منهم في الحضر يعني في البلاد اللي هي مش ريف البلاد اللي هي مدن و40 منهم في الأرياف من ضمن الإحصائيات أنه من كل عشرة متصاحبين إعلاقة حب بنتقابله وبنخرج وبنقعد وبنمسك إيد بعض والكلام حب من كل عشرة متصاحبين فيه سبعة فيه بيفاركشه مبدئيا عشان اللي بقى عارفين قبل الجواز طب والجواز الإحصائية بتقول أن عدد الناس اللي متطلقين اللي متجوزين عن إعلاقة حب طويلة ضعف اللي متطلقين بعد جواز تقليدي وبيقولوا في الإحصائيات الأوروبية أن المواطن الأوروبي بيحتاج من خمس لست علاقات عشان يستقر مع شريكة الحياة يعني الستة أو الراجل بيمر بخمس قصص صحوبية أو ستة لغاية ما يقوله هو ده اللي هعيش معه سواء بقى بالطريقة بتاعته ما لنتوا عارفيني أو بتجواز وأجمعت الدراسات أن اللي بيتجوزوا عن حب جزء منهم كبير ممكن يعرض للانفصال بسبب حاجة اسمها سقف التوقعات إن إعلاقة الصحوبية تبقى إعلاقة حب مبنية على العاطفة بدون مسئولية فيها حب جارف والحب الجارف ده زي ما علماء الأعصاب وعلماء النفس بيقفل مراكز التفكير النقدي بيخلي اللي بيحب ما يشوفش حقيقة اللي قدامه شوف الجمال اللي فيه بس درجة إنه هم عملوا تجربة وكانوا بيجيبوا للعشاء صورة حبيبها ولا حبيبته يبص كده يحصل تغيرات في مراكز النقد مش شايف إلا جمال بس ولما بتبقى العلاقة بتتطور للجواز ويبدأ بقى المسئوليات والعيال والخلفة والمصالح بيبدأ تظهر شخصية غير اللي كانت برة فيحصل هبوط عن سقف التوقعات عشان كده مسألة الجواز التقليدي دي كلمة مش حلوة إيه جواز تقليدي يعني؟ يعني زمنتي في الجامعة عجبتني وأنا عندي قدرة على الجواز فروحت اتقدمت وعشت قصة الحب في النور قدام أهلها شفت أهلها وأهلها شفوني وأهلي شفوها فتقييم للحياة الواقعية مش مجرد تمثيل ولد على بنت أو حتى صدق ولد مع بنت لكنه مش كامل لأن الحب الكامل الحقيقي عاطفها زائد مسئولية كل ده كلام الدراسات لسه ما قلتش قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام كانتش عن بركة ربنا سبحانه وتعالى والحرام والحلال نرد ده شفت زمنتي في الشغل فعجبتني وروحت اتقدمت لها وبعدين قاله طب يلا نتعرف على بعد ليه سميناها جواز تقليدي بطريقة كاننا يعني بنهبط من مستوى الجواز ما احنا عيشنا قصة حب لكنها قصة حب متكملة الأركان فلو أنت محتار أنا خايف أتجوز الجواز التقليدي ده بتاعتنا نتقدم وبعدين أحبها في وسط أهلها وأتعرف على أهلها ويشوفوني والعيلتين يندمجوا ونعيش قصة الحب بالطريقة دي مش قصة الحب بتاعت المتصاحبين لوحدهم لو فاكر إن الصحبية هي أحسن مشروع للجواز الأرقام ما بتقولش كده خالص بل ضعف اللي بيتطلقوا اللي كانوا على علاقة حب طويلة قبل الجواز ضعف اللي هما متجوزين ما يسمى بالجواز التقليدي أنا حبيت بس أقولك إيه الوسط العلمي شايف الموضوع ده إزاي قبل ما فيه بعض الأسئلة في بقية الحلقة هرد فيها بعض الردود الشرعية اللي محيارة حضرتكم شكرا للمشاهدة